رفعت كل من الحكومة والقطاع الخاص أعلى درجات الاستعداد لبدء معارض أهل الرمضان واللي بتنضم وزارة التموين بالتعاون مع السلاسل التجارية المختلفة لطرح سلع غذائية بتقل عن أسعار السوق بنحو 25% من 20% ل25% من المقرر بدء فعاليات المعارض في الفترة من 20 إبريل وحتى 4 مايو المقبل بجميع أنحاء الجمهورية وتوفير أهم السلع الغذائية بكميات مناسبة وأسعار منخفضة فطبعاً بيكون فيه أسعار للسلع الغذائية الأساسية خلال فترات المعرض بتقل عن مثيلاتها زي ما قلت لحضراتكم فلو ضربنا مثال مثلاً هنشوف الرز هيتراوح سعره ما بين 10.5 و 8.5 للكيلو وكمان السكر بيتراوح من 8 إلى 4 إلى 8.5 للكيلو الديق ما بين 6.4 إلى 7 جنيه للكيلو فهتلاح أحضراتكم فيه فرقات واللي تعود قبل كده أنه يتعامل مع معارض أهل رمضان هيحس بالفرق وأكيد الفترة كافية برضو عشان الناس تاخد برضو احتياجاتها من كل هذه السلع الغذائية